عملية عميت جمع ما بين 2 سيجنال السيجنال ادشن شون تم قناه انه كل سامبل من السيجنال الاولى غح تجمع مع سامبلات قابلة من الاشارة الثانية عملية عميت جمع ما بين 2 سيجنال السيجنال ادشن شون تم قناه انه كل سامبل من السيجنال الاولى غح تجمع مع سامبلات قابلة من الاشارة الثانية طبعا اخدت هون اكزامبل انه اكز اون هي بيها ثلاث سامبلات تبدأ من الصفر للاثنين والاكز او ثري سامبل من الواحد للثلاثة اللحظة انه لما غح نجمع السامبل اللي موجود باكز اون عنده الصفر ما كو سامبل تقابلة فبالتالي غح نعتبر القيمة هوني صفر وننزلها مثل ما هي واحد بعدين هوني تجمع عادي تجمع عادي وعند الثلاثة الاكز اون عنده قيمة بينما اكز اون ما عنده قيمة فغيح تنزل مثل ما هي او نقول تجمع مع الصفر لاحظوا انه الاكز الجديد اللي الخاص او الاندكس الخاص بالاشارة الناتجة غيح يبدأ من وين يبدأ من من يغشع هذوي اشارتين ياه هذا المنمام اشارة اكز اون هو صفر عنده صفر بينما المنمام اشارة اكز او عنده الواحد فهو غيح يبدأ من الصفر لاحظوا واحد تبدأ اشارة من الصفر بينما وين غيح ينتهي الاندكس من الاشارة الناتجة الاشارة الاولى تنتهي عند الاثنين الاشارة الثانية تنتهي عنده ثلاثة فهو غيح ينتهي عنده ثلاثة اذا يبدأ من اقصى المنمام فياخذ عنده ثلاثة لان هاي الطريقة نستخدمه بمثلة حتا نحسب الاندكس مع الاشارة الناتجة إذا أنا مباشرة قدته الإشارة الناتجة هي Y تساوي X1 زائدًا X2 فعش غيح يصيغي حجمع مباشرة ما تلاقي حجمع الواحد مع الواحد واحد مع الاثنين وواحد مع الاثنين وخلص فتطلع النتيجة غلط يعني المفروض ما هالشكل التم وإنما ينتبه على الاندكس ولهذا عمنا يتجمع بما تلاقي ما نحنقوم بها بشكل مباشر وإنما غيح نعمل أول شيء توحد الضيف أصفر يعني هاي الإشارة X1 يضيف لف صفر وهوني حتى تنجمع مع القيمة الموجودة هوني ويضيف صفر لـ X1 عند هذا المكان حتى تنجمع مع هذا السامبل وهكذا إذا نوحد الضيف مع التوسيقنص وبعدين نقوم بعمل يتجمع وهذا الشيء غيح نعمل له فونكشن عندي هون إكزامبل ثاني الـ X1 بيها أربع سامبل والـ X2 بيها ثلاث سامبل فأصلا مادلاب ما غيح نقول له جمعنا X1 مع X2 ما غيح يقوم بعمل يتجمع غيح يقللنا أكلش اختلاف بالأطوال فأصلا عمل يتجمع ما غيح الدم غيح أرجع أشرح لكم من الفونكشن مع الـ StignalAd وبعدين أخذ هذا المثال وأحله بالمادلاب باستخدام هاي الفونكشن مفروض هاي هي النتيجة اللي يتطلع لي المادلاب فونكشن اللي يتقوم بعملة يعني هاي النفسه موجود يعتكم بالشيط ممكن أنه تحفظوها بس مهم أنه تتعلم يعني ما بس حفظ وإنما أفتهم إذا طلب مني الأستاذ أي تغيير على هاي الفونكشن أعاف ويصاب أضيف هذا التغيير يعني ما يكون حفظ وإنما فهم مع هذا الحفظ الفونكشن اللي هي StignalAd أكيد لأنه هي غيح تجمع 2 signals فالمفروض أنه إدخالات مالتها 2 signals X1 وبعدين الـ Index مالتها وال X2 وبعدين الـ Index مالتها قبل كالشي غيح غيح نوجد الـ Index ما للإشارة الناتجة لـ 8 الـ Index الإشارة الناتجة قلنا غيح تبدأ من الـ Minimum تأخذ الـ Minimum of N1 أشن هو والـ Minimum of N2 أشن هو وترجع تأخذ ياه الـ Minimum بيناتم هو غيح يمثل البداية مال الإشارة N نفس الشي نقطتين ونرجع الماكسيمم مال هاي الـ Index غيح يكون ناخذ الماكسيمم مال N1 ونرجع ناخذ الماكسيمم مال N2 ونرجع نغشع ياهو الماكسيمم بيناتم هو هذا اللي ناخذه حتى تنتهي بينا الـ Index هاي أول خطوة كملناها الخطوة الثانية أنا غيح أعمل إشارة جديدة اسمه Y1 هاي الـ Y1 غيح تكون غيح تكون بنفس طول هذا الـ N اللي عملناه بس كلتها 0s Y1 تساوي 0s 1 فارزة length of N ونفس الشي غيح أعمل Y2 هي عبارة عن 0s ليش عملت Y1 و Y2 هذو اللي عبارة عن أكسز جديد أكسز هو N بس الـ Y1 و Y2 غيح يساوون X1 و X2 بس على هذا الأكسز الجديد الموحد بعد ما عملت Y1 و Y2 هم أصفار اش غيح عمل؟ راح أقول له تمام تمام أنت خليت Y1 أصفار بس بالمكانات اللي اللي N هي ضمن الحدود مال N1 خلي بY1 values مال X1 وبالمكانات اللي يعني بالإندكس اللي تكون قيمة N هي بين الـ خلي القيمة مال Y2 تساوي X2 فلاحظوا أنه أنا حددته بالإندكس مال Y أنه طالما الإندكس هو ضمن الحدود مال N2 ضمن الحدود يعني ضمن قيم N2 خلي القيم مع السامبل مال X2 وخليها Y2 وباقي القيم مال Y2 اش راح تكون؟ راح تكون أصفار ونفس الشيء بالنسبة لي Y1 راح أقله طالما الحدود مع Y1 هي ما بين المنموم أف N1 and ما بين الماكسيموم أف N1 الـ Y1 تساوي X1 هذوي السطرين حاولوا أن تفتهموهم وما بهم أي تغيير يعني ما راح يكون بهم أي تغيير هذوي السطرين دائماً راح يكونون ثابتين فممكن أنه تحفظوهم بعد ما قم يعني هذة تساعدنا إشارتين جدد هي Y1 و Y2 لكن هي من نفس X1 و X2 لكن على أكسز جديد وموحد ليول N فطالما عملنا هذي الشكل هذة طول Y1 وطول Y2 متساوي وممكن مباشرة أن نقوم بعملية التجمع بشكل يعني صحيح وبسيط باستخدام علامة الزائد هذة تغيير اللي ممكن أنه أطلوه منعتكم بالامتحان مثلاً أقل لكم بدل ما يكون ما تعملوه الدالة تعمل Add أغير تعملوه الدالة تعمل Multiplication فاش غايح عمل؟ أغير هاي كلمة Signal Add إلى Signal Multiplication أو Signal Product والتغيير الوحيد اللي غايح يكون داخل هاي الفنكشن هو هذا الزائد بدل ما عمل زائد ما بين Y1 و Y2 غايح أقوم بإضافة . . لأنه عملت الضرب أيضاً لازم تكون sample by sample sample by sample إذا كان مطلوب بدل ضرب أيضاً قسمة هم أن أخلي . وعلامة القسمة وإذا كان مطلوب بدل تجمع عمل طرح أيضاً ممكن بس بعملية الطرح أنا ممكن أن أستخدم دالة Signal Add عملية الطرح Y1-Y2 ممكن أنه أخذ مثلاً أنا أريد أطرح أقول X1-X2 فاستخدم دالة Signal Add بس قبل ما أبعث X2 على هاي الفنكشن بالمينة program أضربه في سالة واحد فها هي فغيح أستغل Y1 زائداً و-Y2 اللي تساوي عملية الطرح التغيير الآخر ممكن أن أضيفه على هاي الفنكشن أنه بدل ما تكون بدل ما تكون الفنكشن قد تجمع رقمين قد تجمع عفوا إشارتين خليها تجمع ثلاث إشارات فغيح أشي تصير الإدخالات غيح يكونوا ست إدخالات دخل X3 ومعها N 3 وأرجع هوني هاي الأن لما أكونها أقول minimum of minimum of N1 فارزة minimum of N2 فارزة minimum of N3 والماكسيموم أيضاً maximum N1 maximum N2 فارزة غيح أخلي هوني وماكسيموم of N3 Y1 Y2 غيح يبقى النفس بس غيعمل Y لا Y3 هوني غيح يعني أعرفها بنفس الطريقة هي zeros بطول الفكتر N ونفس الشي هوني مثل ما عرفت Y1 عرفت Y2 أيضاً غيح أعرف Y3 أخلي بها القيمة X3 وأرجع هوني لما أجمع أقول Y1 زايداً Y2 زايداً Y3 آآ نعم هستا غيح أرجع للبرنامج الرئيسي غيح أطبق هذا الإكزامبل اللي عندي هوني المفروض أنه نتيجة تطلع لي نفس هاي بالضبط خمس سامبلات تبدأ من سالب واحد إلى الإطلاع ذا ها هي الإشارة copy paste عشان استدعي الدعلمات طبعاً أنا كخزنك من البروغرام مع هاي الفونكشن سينو الأد بنفس الفولدر غيح أفتح والس مربق وأخذ الإخراجات اللي محتاجيني من من الفونكشن طبعاً الفونكشن الإخراجات مالتها انتبه على التسلسل الواي أو الشيء وبعدين الان بالمين بروغرام أنا أيضاً سميتهم واي وان بس ممكن أن نستخدم غير أسماء بس أول متغير غيح ياخذه المتغير الأول اللي غيح تطلع من الفونكشن والثاني كذلك أكتب هوني signal add اللي هو اسم الفونكشن وأقواص دائرية غيح أخلي بها الإدخالات طبعاً الإدخالات أيضاً ممكن أنه تكون بأسماء أخرى ما نفس الأسماء المتغيرات اللي أنا استخدمتها داخل الفونكشن لكن أقواص نخدم نفس الأسماء وهذا الشيء هم صحيح ما غلط بس أهم شيء هم شيء ننتبه على التسلسل وعدد الإدخالات هاستانا مجرد أنه كتبتوا هذا السطر خلاص تمت عملية تجمع ما بين هذوي والنتيجة هي والنتيجة هي فارزة فلازم نستخدم إعاز استيم بينما بالإشارات نستخدم إعاز بلوت استيم أول متغير أخليه داخل استيم هو اللي غيح يكون على X axis فغيح أخلي فارزة والY هي اللي غيح تكون على Y axis أنا فتك بسم الله لحظة أنه النتيجة اللي طرعت لي تبدأ من سعر 1 وصلاي 2 3 و القيم هي 1 1 2 3 2 نرجع لباوربوينت ها هي القيم ها هي إشارة النفسه اللي مفروط تطلع لي أوكي حسن رح ارجع للشيث مالتنا رح اخذ الفرع 6 b رح حنفذلكم هو على MATLAB وباقي الأفرع تكون عليكم إن شاء الله تنفذوها بالمختبر باقي الأسئلة